أهلا بكم بوصلة الاتجاه شمالا تتجه بكم في هذه الخلقة إلى كافة الأطراف المعنية بالأزمة في أوكرانيا أزمة أوكرانيا هذه الأزمة التي يرى في تطوراتها البعض دقا لنقوث أخطر الأزمات الدولية أعود إليكم بعد هذا الفاصل في أولى فقرات هذه الحلقة من اتجاه شمالا نقلب في أوراق الصحافة الأوروبية التي انصبت في مجملها على الأزمة الأوكرانية وإن تباينت الردود الأفعال أو الوصف للحالة الأوكرانية الحالة السياسية صحيفة فرانك فوتا الجماعينة سايتونغ الألمانية كتبت تقول يعتقد الغرب إنه بحاجة لروسيا فبدون موسكو لن يكون هناك حل بشأن سوريا أو إيران متسائلة ما تأثير العزلة أصلا على روسيا المعزولة صحيفة ألمانية أخرى هي مجلة دياش بيجل ترى أن ما يجري في القرم يظهر أن المعاندين من كل الجانبين يسعون لعودة زمن الحرب الباردة كتبت مجلة ياش بيجل ألمانية تقول مجددا يعود زمن المعاندين أما الدبلوماسية فيتم السخرية منها ووصفها بالجبن والمهادنة من جانبها كتبت صحيفة لوموند الفرنسية تعليقا تقول فيها رئيس روسي فلادمر بوتين هو رجل الحرب الباردة وهو يعتبر الدول الغربية أعداء لروسيا وهو جزء من طبيعة الرجل الذي يحن لأيام الاتحاد السوفيتي في مقال آخر لصحيفة ليبغاسيون الفرنسية عنوان يقول كييف إنقاذ شرف أوروبا قالت فيه صحيفة إن الرغبة في التحاقي بالمشروع الأوروبي وأيضا النظرة الإيجابية للقيم الأوروبية ظل هما عنوان لتحركات الأوكرانيين في شوارع وميدين العاصمة كييف صحيفة نايا تيوغيشا تايتونج السويسرية ناقشت الموقف الألماني المتحفظ حيال روسيا فكتبت تقول فبينما أمريكا تتبنى سياسة الحزم ضد موسكو تواصل برلين سياساتها الناعمة لكن هل يفهم بوتين ذلك؟ أما صحيفة تيوغيشا لانت سايتونج الألمانية حاولت أن تتلمس المخرج من الأزمة فكتبت تقول يتعين على الجانبين تقديم تنازلات على بوتين سحب قواته وعلى الغرب التخلي عن تمسكه بوحدة الأراضي الأوكرانية في افتتحية صحيفة الاندباندنت البريطانية عنوان يقول امسك بزمام الأمور يا باراك تقول فيه صحيفة أنه بالنسبة لباراك أوباما فإن ضم روسيا المحتمل لشبه جزيرة القرم يعد اختبارا لمصدقية أوباما صحيفة الجاردين نقلت مقالا لمالكم ريكفيند بعنوان الأزمة الأوكرانية كتبت فيه يجب على الغرب عدم المراوغة بفرض عقوبات على روسيا قال الكاتب أن الطريقة الوحيدة لجلب بوتين إلى طاولة المفاوضات تكمن في ضرب الاقتصاد الروسية نتحول الآن إلى هذا التقرير الذي يرصد آخر التطورات السياسية حلف شمال الأطلسين نيتو عقد اليوم اجتماعا استثنائيا بعد يومين فقط من الاجتماع الأخير بخصوص الأزمة في أوكرانيا خرجت بعض المعلومات عن هذا الاجتماع تفيد بأن الولايات المتحدة بتدعو إلى وجود مراقبين دوليين وبتدعو روسيا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الجديدة في كياذ بالإضافة إلى تحركات أخرى من خلال هذا التقرير هو ميراث الحرب الباردة التي ظلت لسنوات نارا تحت الرماد عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق ها هي تشتعل اليوم مجددا في أوكرانيا في المشهد تبدو الدول الأوروبية عاقدة العزم على استخدام كافة السبل الدبلوماسية لردع التحرك الروسي في فرض أمر وقع في شف جزيرة القرم بعد انتشار القوات الروسية هناك وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لا يتبع أسليف القرن التاسع عشر لغزو دولة تحت ضراء عواهية مهددا بفرض عزلة سياسية واقتصادية على موسكو حلف الشمال الأطلسي الناتو أيضا ورغم أن أوكرانيا ليست عضوا به إلا أنه اتهم روسيا بتهديد السلم في أوروبا مطالبا موسكو بوقف نشاطها العسكري في أوكرانيا أوكرانيا غارة لنا وتمثل شريك له قيمته بالنسبة للناتو وندعو كل الأطراف على مواصلة كل الجهود لإزاحة هذا الموقف الخطر وأدعو روسيا على وقه الخصوص لتتراجع عن تصعيد التوترات لم تكن المواجهة على الأرض بأقل حدة من مثيلتها الدبلوماسية فهنا تحركت قوات روسية وسيطرت على قاعدة رادار ومنشأة تدريب بحرية في القرم وطالبت الجنود الأوكرانيين بالوقوف إلى جانبا وصفتهم بالزعامة الشرعيين للبلاد هذا وتمثل أوكرانيا أهمية الاستراتيجية لروسيا ولها العديد من المنشآت العسكرية في شب جزاة القرم أبرزها مقر أسطول البحر الأسود الروسي ويسعدنا أن أستضيف هذه الحلقة من اتجاه شمال أنا دكتور نبيل رشوان المتقصص والخبير في الشؤون الروسية مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك تطورات كثيرة إذن اليوم في الأزمة الأوكرانية حدتنا عن أبرزها وأكثرها خطورة من وجهة نظرك قراءتك لأحداث اليوم في دوق تصريحات سواء لفروف أو الإدارة الأمريكية أو الاجتماع الاستثنائي الذي عقد لحلف شمال الأطلسية أعتقد أبرز الأحداث اليوم اجتماع لفروف وكيري في باريس طبعا توافق الجانبان على التهدئة ولفروف طالب بالعودة إلى اتفاق 21 فبراير اللي وقعه الرئيس الأوكراني بمشاركة أولندا وفرنسا وألمانيا لفروف طالب كذلك بالبعد أو الكف عن لغة التهديد بفرض عقوبات أو أشياء من هذا الخبيل وعلى جميع الأطراف أن تتناول أزمة بهدوء لكن حضرتك هل تعتقد أنه ما يصدر من تهديدات على أنه التحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي أمام روسيا يدرس حاليا خيارات أخرى كفرض عزلة دولية على روسيا أو ضرب الاقتصاد الروسي الحقيقة يعني من ينظر إلى الميزان التجاري ما بين روسيا وسواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يرى أو يستشعر أنه هم الخسرون أكثر من روسيا أليس كذلك؟ طبعا بالدرجة الأولى في مصادر الطاقة يعني 80% من صادرات روسيا من الطاقة الغاز والنفط بتذهب إلى أوروبا ولا أتصور أن أوروبا جاهزة في الوقت الحالي لإيجاد مصادر بديلة للطاقة حضرتك عارفة أن عقود الطاقة بتوقع قبل بدء التوريد بستة أشهر على الأقل تمام فده من الصعب جيدا الحاجة الثانية الروسيا هي مصدر أساسي للمواد الخام بالنسبة لأوروبا وأمريكا فإذا هم وقعوا عقبات على روسيا ستتوقف الكثير من المصانع أيضا في أوروبا هذا بالإضافة لأن روسيا هددت أيضا بفرض عقوبات على الغرب وتجميد أرصدت الشركات الأوروبية والأمريكية العاملة في روسيا من منطلق المعاملة بالمثل فأنا شايف أن سلاح العقوبات لن ينجح مع روسيا لن تكون له فوائد ولن يخضع روسيا وضرره بالنسبة للغرب ولأوروبا أكتر من ضرره بالنسبة لروسيا طيب ولكن روسيا الآن تعترض على بعض الخطوات يعني إرسال بعض الخبراء أو المبعثين العسكريين للرقابة حتى وإن كانوا هم غير مسلحين طبعا من منظمة السلم والأمن الأوروبي وتعاون الأوروبي هذه خطوة تعترض عليها روسيا هذه نقطة النقطة الأخرى أنه في دوق بداية كلام حضرتك اللقاء بتاع لفروف مع كاري البعض يرى أن تمسك روسيا بالاتفاق الذي عقد في 21 من فبراير الماضي مع المعارضة تجاوز الزمن يعني كيف يمكن العودة إلى هذا الاتفاق إذا كانت روسيا يعني الحقيقة روسيا روسيا لا تغير تصريحاتها بقدر ما يغير الغرب التصريحات الخاصة بهم بالضبط يعني فهي تتمسك منذ البداية ومنذ اللحظة الأولى بهذا الاتفاق هل يمكن العودة إلى التمسك بهذا الاتفاق؟ الاتفاق هو الحل الوحيد بالنسبة لروسيا روسيا ترفض أي حلول أخرى إلا العودة لاتفاق 21 بضمان الاتحاد الأوروبي روسيا لم تأتي بجديد روسيا حتى لم توقع المندوب الروسي حضر كمراقب أثناء توقيع الاتفاق الأوروبيين فقط هم الذين وقعوا والرئيس وممثل المعارضة أين المشكلة إذا؟ هم وقعوا على اتفاق بضمانة أوروبية بالضمانة الأوروبية التي يستنجد بها الأوكرانيون حاليا والمعارضة هي التي نقضت هذا الاتفاق بمباركة أوروبية عندما أشعلت في مباني البرلمان وطردت الرئيس يانكوفيتش أليس كذلك؟ من المخطئ إذا؟ المعارضة والأوروبيين هم الذين أخلوا بتوقعاتهم التي وقعوها على الورق للأسف الشديد وأنا أقول أن الأزمة حاليا تقريبا لم تعد أزمة بالنسبة لروسيا على الأقل لأن روسيا أخذت ما تريد وهي في الموقف الأقوى فرضت واقع جديد في القرم سيطرت على شبه جزيرة القرم وهي ما ربط الفرص بالنسبة لروسيا بالنسبة لروسيا استراتيجية باقي أوكرانيا هذه مسألة اقتصادية صرفة والأوكراني لن يذهب بعيدا عن روسيا أخطر ما في اليوم النهاردة أنه تواترت أنباء عن أن الولايات المتحدة عرضت على أوكرانيا مساعدات مالية مقابل نشر الدرع الصاروخي في أوكرانيا إذا وافق الجانب الأوكراني على هذا أو حاولت الولايات المتحدة فعل هذا فإن هذا سيكون تصعيدا خطيرا للغاية ممكن أن يؤدي بالفعل إلى طب يتودت أنباء كمان تانية عايزة أخذ رأي حضرتك فيها بتتعلم